دعا اللواء خليفة حفطر في وقت سابق في تسجيل مصور إلى تعليق عمل المؤتمر الوطني العام البرلمان وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد إلى أن تجرى انتخابات جديدة تعلن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عن مبادرتها بتقديم خارط الطريق سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال بضعة أيام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن الحكومة تمارس عملها بشكل عادي وإن الأمن تحت السيطرة وذلك بعدما دع المسؤول العسكري الكبير الجيش إلى إنقاذ البلاد من جانبه أكد رئيس الأركان عبد السلام جاد الله عدم قانونية ما دعا إليه حفطر قائلا سدر اللواء متقاعد خليفة حفطر بيانا يدعي فيه بأن القيادة العامة للجيش الليبي وضعت خطرة الطريق وسيطرة على المؤتمر وسيطرة على الحكومة وجمد الإعلان الدستوري وهذا شيء مخالف للقوانين المعمول بها إن القوات المسلحة الليبية لا علاقة لها بحركة سياسة وإن الجيش يرعب نفسه عن هذه التحركات وقمنا ببيان ينفيه سترته على مرافق الدولة وإن الجيش الليبي والوحدات الثوار من ضوية تحت سترته مسيطرة سيطرة تامة على جميع مرافق الدولة في ربوع ليبيا وساد الهدوء طرابلس ولم تظهر مؤشرات على تحرقات أو أنشطة للقوات خارج البرلمان في طرابلس أو مكتب رئيس الوزراء أو أي وزراء ولم يتضح مدى نفوذ حفطر داخل الجيش الليبي الناشئ في بلد تتمتع فيه الجماعات الإسلامية الأخرى بوضع أقوى والجيش الليبي ليس له أي وجود واضح ومعظم جنوده ما زالوا في مرحلة التدريب وتم اختيارهم من كل الفصائل المعارضة وهم في العادة أكثر ولاء لمناطقهم وقياداتهم أو قبائلهم ويوجد انقسام شديد داخل المؤتمر الوطني العام بسبب الصراع الداخلي بين حزب تحالف القوى الوطنية والإسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين وحرقات الوفاء وسيدل الليبيون بأصوات في العشرين من فبراير الجاري لاختيار جمعية لوضع مساودة الدستور خلال الأشهر القليلة القادمة والتي توفر إذا ما نجحت بريقة أمل نادرة في مرحلة انتقالية شابهة حتى الآن الاضطراب والعنف وعي الجمال رايترس